انطلقت فعلياته معرض اشتري مصري في نسخته العاشرة من مقر وزارة الخارجية وذلك بهدف الحفاظ على المهن الحرفية والتراثية والترويج للمنتجات المصرية عالميا وخلال افتتاحه لفعاليات المعرض أكد وزيره الخارجية سامح شكري أن الوزارة تدعمه بشكل كبير صغار المنتجين لاستمرار الإبداع اشتري المصري معرض انطلقت فعلياته من مقر وزارة الخارجية في نسخته العاشرة بهدف الحفاظ على المهن الحرفية والتراثية والترويج للمنتجات المصرية عالميا وزيره الخارجية سامح شكري أكد خلال افتتاحه لفعاليات المعرض أن الوزارة تدعمه بشكل كبير صغار المنتجين لاستمرار الإبداع مؤكدا أن المنتجات المصرية تلقى قبولا كبيرا المعرض طبعا متنوع في المنتجات وكلها منتجات وطنية ومنتجات حرفية بتدل على زوء وقدرة وأيضا الحفاظ على تراث لكثير من هذه المنتجات وبتلقى قبول وهي وسيلة أيضا لدعم هؤلاء المبدعين لكي نشجع الحرفيين المصريين ونحافظ على التراث المصري من الانتاج عندك خيامية عندك حرير تباع على حرير عندك فوة قطن مصري كل حاجة عندك السنة دي بقى جديد عرض للمنوفية للسجات بتاع المنوفية الحرير والسوف والكليم والمنتجات الصدف يضم المعرض أكثر من 26 عارضا وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية يعرضون تشكيلة المتنوعة وراقية من المنتجات التراثية واليدوية والمفروشات والملابس والمشغولات الزجاجية والعطور والبخور هدفنا مختلف طبعا لأنه إحنا جايين نشوف السفراء ودول اللي بيمثلونا في الخارج فبنطمح أن هم يقدروا كمان يقدمونا للبلاد الأجنبية بشارك في الوزارة بالنسبة لي الأول مرة المكان لطيف والناس اللي جايت شوفنا قد إيه حابين ومقدرين الفن اللي إحنا بنعمله فأنا مبسوطة جدا أني بشارك هنا في المعارض ده الأول مرة أنا بعرض شغل أولاد من زيو الهمم هو كيكو دوت ولد من زيو الهمم هو ولد ممت اكتشفت أنه عنده موهبة الرسم فحبت تنمي الموهبة ديت فصفرته برا ودرسها كويس ولما جيه فتحت له قتلي صغير كده بيرسم فيه وفكرت أن يجيب أولاد كمان معامل زيو الهمم بقى لي كام شهر بعمل سكينجر بروديكت من مواد طبيعية كريمات وصابون وشمع كله من مواد طبيعية وقعد تدرس كتير قوي عشان الحاجات متبقاش مدرلة لا البشرة ولا الرئة لو شم وشمع وكده يستهدف المعرض تقديم المنتجات التراثية التي تمثل جزءا عزيزا من تاريخ مصر على جميع أعضاء المجتمع الدبلوماسي في مصر مما يسهم في تعريفهم بثقافة مصر الغنية بالفنون والإبداع من مقر وزارة الخارجية محمد الخطيب التلفزيون المصري